بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضوهية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء حياكم الله مبارك فيه هذا سائل يقول في الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة أرجو أن تبينوا هذه الآية حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذه الآية ثاملة جامعة على اختصارها ووجازة ألفاظها قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله تدل على شيئين الشيء الأول إتمام الحج والعمرة على وفق السنة النبوية وعلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم هذا الأمر الأول والأمر الثاني قوله لله يعني خالصا لله ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي وإنما هو لله سبحانه وتعالى هذا يدل على أمرين في الحج وفي غيره وفي كل عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء العمل كيف يؤديه وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني الإخلاص لله لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي وإنما يكون النيخ خالصة لله عز وجل في حجه وعمرته أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حديث التائب من الذنبي كمن لا ذنب له وما شروط التوبة في ذلك نعم ورد هذا في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لأن الله يمحو ذنبه بالتوبة ويصبح مثل من لا ذنب له وهذا من حضل الله عز وجل وشروط التوبة ثلاثة الأول الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب ما يستغفر الإنسان ويتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب بل مع استغفاره وتوبة باللسان أيضا يتوب بالفعل يتجنب هذا الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه الشرط الثاني العزم لا يعود إليه أما التوبة الموقتة الذي يتوب الإنسان في وقت معين ثم يرجع أو في مكان معين ثم يرجع إلى الذنب هذه توبة لا تقبل لأنها توبة موقتة والواجب في التوبة أن تكون مستدامة ليست موقتة الشرط الثاني العزم لا يعود لهذا الذنب فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت آخر أو في مكان آخر فإن توبته لا تقبل الشرط الثالث أن ندم على ما فات يندم على ما فعل من الذنوب ويخاف من عقوبتها هذا دليل على صدق التوبة وإذا كانت التوبة بين بحقوق المخلوقين بأن ظلمهم بأن أخذ أموالهم فإن هناك شرطا رابعا وهو أن يؤدي الحق إلى من هو له ويؤدي المظلمة إلى صاحبها أيضا يسأل عن حديث فيما معناه شيخ كل سلامة عليه من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة نعم الحديث صحيح والسلامة معناها المفاصل مفاصل الجسم التي تتكيف مع طلب الإنسان قائما وقاعدا ونائما وراكبا وماشيا تتكيف معه وتلين معه على طلبه هذه السلامة المفصل وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا في جسمه وعلى كل مفصل صدقة هذه أعمال كثيرة ثلاثمائة وستين صدقة في اليوم هذه كثيرة ولذلك الله خفّف عن عباده قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الظحى نعم أحسن الله إليكم الأخت السائلة تقول كيف كان الهدي النبوي ورسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كان صلى الله عليه وسلم م尊 م尊 من أحسن الرجال كان أحسن الرجال ويعدل بينهم كانوا يعبد придنا بينهم فالقسم ويعدل بينهم في النفقة ويعدل بينهم في المسكن ويعدل بينهم بين هن في الكسوة يعدل بين زوجاته في Heather الأمور الآربعة وكان يعاشرهن بالمعروف ويرضيهن ولا يميل مع واحدة دون الأخرى يميل بعمله أو بتصرفاته لا بل كان يعدل بينهن خلاف المحبة المحبة هذا الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء فيها ولا يؤاخذ على ذلك إذا أحب إحداهن أكثر من غيرها كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها ومع هذا لم يحملوا حبه لها على الجور في النفقة في الكسوة في المسكن في العشرة كان صلى الله عليه وسلم عادلا بين نسائه وكذا يجب على كل زوج معه نساء أن يعدل بينهن أحسن الله إليكم هذا سائل يقول الشيخ صالح أنا كل سنة أشتري أضحيها بالأقصار نظرا لظروفي فأنا عامل هنا في المملكة وأضحي وأسددها بعد ثلاثة أشهر لا بأس بذلك والوحي سنة بكل سنة أبه سنة ولو استدان وذبحها فلا بأس بذلك إذا كان يقدر على استداد أخي أصيب بحادث في رمضان يوم 15 فصمت عنه بقية رمضان مات أخوه ليس عليه شيء إذا مات في رمضان فإنه ليس على أحد أن يصوم عنه لأنه ليس عليه الصيام يؤدى عنه إنما هذا في القضاء لو كان عليه قضاء من رمضان سابق فيقضي عنه ذلك لا بس أما رمضان الذي مات فيه فإنه انقطع عمله فلا يصام عنه نعم يقول ما الراجح في إهداء ثواب الأعمال من الصلاة والصيام وقراءة القرآن ما ورد به الدليل الصواب ما ورد به الدليل يهدى مثل الصدقة مثل الدعاء مثل الحج والعمرة اللي وردت بها الأدلة تفحل عن الأموات أو الأحية ويهدى ثوابها لهم نعم يقول اشرحوا لي هذا الحديث فضيلة الشيخ أنا ثالث الشركاء ما لم يكن أحدهم الآخر نعم الحديث صحيح ومعناه أنا ثالث يعني أنه معهم المعية هذه المعية الخاصة لأن المعية الله مع خلقه كلهم كافرهم ومسلمهم بمعنى أنه محيط بهم مطلع عليهم وهو مع المؤمنين خاصة بتسديده وتأييده وإعانته وتوفيقه فهذه معية خاصة كذلك الشركاء من المسلمين إذا نصحوا فيما بينهم فإن الله معهم معية خاصة بإحلال البركة في عملهم وتسديدهم في أقوالهم وأعمالهم وإذا خان أحدهم الآخر تخلى الله عنهما ووكلهما إلى أنفسهما عقوبة لهما على الخيانة نعم الحديث الثاني البيعان بالخيار ما لم يتفرق واضح أن هذا سمى خيار المجلس إذا تبايع في المجلس كل منهما في الخيار حتى يفترق من هذا المجلس خيار المجلس يسمى إذا شاء أن يتنازل عن العقد لا بس ما دام في المجلس وهذا من التوسع على المسلمين لأنه قد يكون أنه حقد العقد ثم ندم بعد ذلك ندم بعدما عقد الله جعل له فرصة فسحة أن يتراجع ما دام في المجلس يقول السائل شيخ لي قريب عليه دين ودفعت عنه من زكاة مالي فهل هذا جائز؟ إن كان قصد دفع عنه أنه أعطاه ما يسدد به دينه فأنا بس أعطي أما إن كان قصد أنه دفع للدين ولم يعطي المدين هذا لا يدسي يقول في الرضاع لابد من اليقين في عدد الرضاعات لا يعتد في الشك فماذا من غلب عليه الظن؟ يتجنب الشك مدام الرضاع مسكوك فيه فإنه يعمل بالأحوط لبراءة الذمة يقول الشيخ ما الفرق بين بيع ما لا تملك وبيع السلم؟ فرق واضح إعمال تملك هذا لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه إذا كان هذا في المعين باع شيء معين نعم وهو لا يملكه هذا لا يجوز أما بيع في الظمة تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا يسمى السلم هذا لا بأس به أو بيع الموصوف بيع الموصوف الذي يعرف بصفته أيضا هذا لا بأس به لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة نعم هذا يسأل الشيخ عن قبول الهدية من طالب إلى أستاذه أشرف على دراسته بجد وإخلاص لا يجوز أن يهدي الطالب للمدرس هذه رشوة لأنه يحيف مع طالب بسبب الهدية ربما يمنحه درجة لا يستحقها والمدرس حاكم لا يجوز حاكم على الطلاب لا يجوز له أن يأخذ من بعضهم هدايا نعم حبات السبحة كتب عليها أسماء الله الحسنى 99 وأسبح بها مع جماعتي هذه ممنوعة هذه السبحة ممنوعة التي عليها أسماء الله عز وجل إن هذا امتهان لأسماء الله عز وجل ولا دليل على هذا الفعل أما كونك تعد التسبيحات بخرز السبحة أو بالحصاء أو بالأصابع فلا بأس بذلك نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ما المقصود بالمحجة البيضاء؟ المحجة الجادة والبيضاء الواضحة التي لا لبس فيها ولفظ الحديث تركتكم على البيضاء ما في لفظ المحجة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها بعد إلا هالك نعم الدعاء بين الأذان والإقامة شيء طيب الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة القبول من الله سبحانه وتعالى قد قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فهذا من مواطن الإجابة المسلم يحرص على أن يدعو بين الأذان والإقامة نعم يقول أجلس بعد أذان المغرب وبعد أن أصلي ركعتين وأرفع يدايا للدعاء حتى تقام الصلاة الدعاء لا أبس به بين الأذان والإقامة لكن بدون رفع يدين لأن هذا لم يرب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل أبو سعد يقول إذا كان الشخص مسافر وعنده نية القصر والجمع فهل يجوز أن يكون إماما للصلاة؟ نعم يجوز أن يكون إماما للصلاة لكن يخبرهم إذا أراد أن يأمهم يخبرهم أنه يقصر ويصلي ركعتين فعليه من يتموا لأنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة الفتح قال يا أهل مكة هتموا لأنفسكم فإننا قوم سفر يعني بعد ما يسلم يقومون ويتمون أربع نام يقول ما حكم الشخص إذا سافر وكان سفره كثيرا ولم يأفذ بالرخص في السفر يا شيخ هذا مكره أنه لا يأفذ بالرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته لأنه يشق على نفسه ولأنه يخالف السنة لذلك ما عليه أن يترك هذه العادة يقول السائل عبد المجيد يا شيخ ما الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن هل يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد أم عدم قطع القراءة نعم هو كذلك لا يقطع عليه القراءة ولا يسلم عليه هذا فرغ من القراءة يصافحه ويسلم عليه أما ما دام يقرأ فإنه يستمع له ولا يقطع قراءته رجل دخل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ولكنني لم أقم فهل يلزمني القيام وهل على القائمين إثم إن كانوا قاموا ليسلموا عليه ويستقبلوه فلا بس أما إن كانوا قاموا إعظاما له وإجلالا له فهذا لا يجوز أنا حب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار كما في الحديث نعم حسن الله لكم شيخ الانتقال من مكان الفريضة إلى موضع آخر لأداء السنة هذا لم يثبت ولكن إذا فعله فلا بس إلا الإمام فإنه يتأكد أنه ينتقل من مكانه مكان الإمامة لألا يوهم من رآه أن الصلاة لم تنته نعم ويقول شيخ بأنه ورد بأن الأرض والماط الذي تصلي فيه يشهد لك يوم القيامة نعم الأرض تشهد على الناس بأعمالهم التي عملوها عليه من عن صلاة وغيرها قال الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها يعني الأرض إذا زلزلت الأرض وزلزالها أخرجت الأرض وفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تخبر عن ما عمله الناس على ظهرها من خير أو شر تشهد عليهم يوم القيامة نعم رضيمة الشيخ ما حكم صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام يصح لكن له نصف الأجر إذا لم يكن له عذر فلاه نصف الأجر من الأسئلة يا شيخ يقول هل الحركة المستمرة في الصلاة منافية للخشوع نعم حركة المستمرة من غير عذر منافية للخشوع ومكروها في الصلاة لأنها منافية للخشوع نعم لأن الخشوع سكينة القلب والنفس وسكينة الجسم نعم يسعى للسائل يا شيخ ويقول هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا في بعض الأشوار وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعبه السير لا بس بذلك وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه كان يطوف ماشيا ولما كثر عليه الناس ركب صلى الله عليه وسلم في الطواف نعم أخيرا يا شيخ ما حكم الأذان لغير القبلة لا بس بذلك لكن يكره لأن الأذان عبادة وكل عبادة الأفضل أن يستقبل بها القبلة شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرم أشكر فريق العمل في هذا البرنامج من المخرجين وهذا زميلي عبدالله المواش من الإذاعة الخارجية وسجل هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر